رومانسية صابرين وزوجها اللبناني عامر الصباح في احدى الظهور بعد اعلان زواجها منذ ايام حيث اعلنت الفنانة صابرين منذ ايام قليلة زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح وذلك بعد ظهورهم سويا في احدى حفلات الزفاف وبتعتبر الزيجة دي هي الزيجة الثالثة للفنانة صابرين وكانت نشرة صابرين اربع صور جديدة لها مع زوجها بتظهر فيها الحب والموادة اللي بينهم وبيجمع صابرين وزوجها عامر الصباح قصة حب كبيرة حيث اتعرفها على بعضهما منذ اكتر من 30 سنة وبالتحديد في فيلم انا والعذاب وهواك عام 1988 وكشفت صابرين بعد زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح انه كان اول حب في حياتها وفي سياق اخر كانت شاركة صابرين في بطولة مسلسل مصار اجباري واللي عرض في رمضان الماضي وحققت من خلاله نجاح كبير اشتركوا في القناة